أجرى وزير وشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف اليوم بنيويورك محادثات ثنائية مع رئيسي الجمعية العامة للأمم المتحدة فليمون يانك بهذه المناسبة أعرب عطاف عن احتزازه بتولي شخصية كاميرونية وإفريقية لرئاسة الجمعية العامة في دورتها الحالية مؤكدا دعم الجزائر التام له في الاطلاع بالمسؤوليات المنوطة به لأسيما تلك المتعلقة بتعزيز دور القارة الافريقية في العمل الدولي متعدد الأطراف بشكل عام وبمنظمة الأمم المتحدة بشكل خاص كما تبادل الطرفان وجهة النظر بشأن أفاق مساهمة الجمعية العامة للأمم المتحدة في تمكين القارة الافريقية من تحقيق الأولويات التي سطرتها للمرحلة المقبلة على غرار إصلاح مجلس الأمني الأممي وإعادة هيكلة المؤسسات المالية والنقدية والمصرفية الدولية وحشد التمويل الدولية الكفيل بتجسيد أهداف تنمية والتكامل والاندماج على النحو المحدد في الأجندة الافريقية 2063 شكرا 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 شكرا